السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحين بعلمكم على طريقة تعليم الببغاء انه يطلع اليد هاخد هذا كمثال هو صغير بينما انا استهدافي للببغوات الاكبر مثل الافريقي والامازوني والطيور بالعموم شرط تكون اليفة اعيد وكرر هذا مجرد مثال للتوضيح هو طبعا اليف بيطلع اليد بسهولة لكن علشان نتفادى بعض الاخطاء هركز لكم عليها واش راح لكم اللي يصير عادة انه لما يجي المربي يحط يده هنا ويقول له اطلع هو ما هيطلع بهذا المستوى ما هيطلع زي ما انت شايفين قبل ما اتكلم عن الطريقة الصحيحة هتكلم عن الطريقة الخاطئة الطريقة الخاطئة انك تحط يدك عند رجلو تقول له اطلع بالشكل هذا هو طبيعي ينزل من قاره ويلمس يدك الهاوي يظن انه جاوس يحاول يعضه هو ما يعضك هو يحاول يلمس يدك يفكرك تعطيه اصباعك وعادة الهاوي الجديد او اللي خاف ملعب يظن انه سيعض فيسحب يده منه وبعد كده يتوتر او تتوتر علاقة بينكم ومع التكرار يبدأ يشعر الهاوي انه الببغاء ناويه يحاول يعضه او يحاول يهجم عليه هو ما يحاول يهجم عليك لكن يدك تحت طبيعي الطريقة الصحيحة او السليمة يدك هذي او اصباعك هذا ما يكون على مستوى الرجل في البداية بلاي التدريب لا يكون على مستوى الصدر بنجرب الان بالطريقة الصحيحة لما ندف على صدره هو بيرفع يده شوف مرة اخرى لما نحط يدي في الاسفل ما حيكون مغري لانه هو دائما يحب يطلع من الاسفل الى الاعلى فالافضل ارفع اصباعي اللي بغاه يطلع ودف عليه يلا الحين بنعيدها من جديد على مستوى الصدر وندفه كأنه بيطيح هو يتفادي الطيحة هذه بالصعود على اليد هذه الطريقة هي الطريقة السليمة للصعود بالاضافة انك تقول لك كلمة اطلع 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 وتتجه باتجاه صدره اطلع وتعطيه وقت بالسرعة هذه من الاخطاء الشائعة انك تعلم على الصعود بدون ما تقول لك كلمة اطلع في هذه الحالة بيسي يطلع معك خارج القفص لكن داخل القفص ما هيطلع معك من الاخطاء الاخرى انك تدربوا التدريب هذا داخل القفص او فوق الشبك او فوق شبك القفص ما هيكون هذا الشيء سهل تحطوا على عصا عصا بالشكل هذا بتبدي تدربه او تستخدم عصاتين او تخليه على الارض او على طرف طاولة هذا انسي واكبر خطأ واجهني خاصة من الفتيات ان الواحد تقدم يدها وترجعها بالشكل هذا تجربه او تدسل النبض هذا خطأ ها بيستفز نحط اليد تحت ما هيطلع ترفع على فوق على صدره هيطلع لانك انك تطيحه ويتفادي السقوط بيبطلو على يدك هذا واتمنى لكم الصحة والعافية وارسلوا لي تجاربكم على الخاص التطبيق عملي للدرس اللي اعتدتكم بياه اليوم وبالتوفيق اشتركوا في القناة أتعلم البباغات طلعه على اليد الخرص يصير من جرب ما تقول له اطلع اطلع معاك يجرب تحط يدك عنده بالشكل هذا شوف انا قدمتها ما لمسته طلع معاين ليش لان خلاص المكان اولا مناسب حديد مش شبك ثانيا هو اعتاد على العملية هالي صار توقع مني اني اقوله اطلع زي ما انت شايفين يلا اطلع اطلع ما حيكون انك تدف على صدره باستمرار او ترفع بشكل مستمر لا يكفي انه يتعود وخلاص يتأقلم مع الوقت اشتركوا في القناة